موسيقى الرئيس السيسي يتابع خطة عمل وزارة الأوقاف في المرحلة القادمة ويوجه بالعناية بلائمة والخطباء وتطوير برامج تأهيلهم وتدريبهم خلال جولته الحالية بالمنطقة بلينكين يعقد مباحثات مع ناثانياهو لبحث اتفاق الهدنة بغزة وتهران تحمل واشنطن مسؤولية استمرار العدوان على القطاع موسيقى حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف عبر الحدود ولبنان تتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن خرق الطيران الإسرائيلي لمجالها الجول السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعناية بالآئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري حيث قال متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية وتعزيز عمليتي بناء الإنسان وصناعة الحضارة وقد أشار السيد وزير الأوقاف في هذا الصياق إلى أن الوزارة تهدف إلى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري في إطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته لسيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لأكبر عدد من المتلقين إلى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والإرشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالآئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الآئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية وذلك بهدف السقل المستمر لخبراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام وتناول الاجتماع أيضا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية المقرر انعقاده يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعي والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة حريصة على تهيئة كافة السبل لمتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية جاء ذلك خلال اجتماعي لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية والتشجيع لاستثمار المصري السعودي ووجه مدبولي بسرعة إنهاء المواد محل النقاش حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن أضاف مدبولي أن هذه الاتفاقية ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر وفي السعودية ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء حيث شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التي تسهم في الاستراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها كما أشار مدبولي إلى أن اللقاء يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لعام 2023 ولائحته التنفيذية وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات توجه عملية تطبيق القانون وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين وصرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بنطاق وحدات الجيش الثالث الميداني وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة في هذا الإطار أكد الفريق أحمد خليفة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التدريب القتالي وفقا لأحدث النظم العلمية الحديثة وبما يحقق الواقعية والاحترافية في التدريب كما نقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط في إسلوب تنفيذهم لمهامهم مؤكدا في الوقت ذاتي على ضرورة الاهتمام بالحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل ومشيدا بالأداء المتميز وبالكفاءة القتالية العالية لرجال الجيش الثالث الميداني أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي موقف مصر الرافد لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع نظيره السعودي فيصل ابن فرحان وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة السعودية الرياد حيث شدد عبد العاطي على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح كما أشهد بالجهود المبذولة لسرعة تدشين المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي وبحث الوزيران أيضا آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا والملفات الإقليمية بما في ذلك الأزمة السورية حيث تم الاتفاق على أهمية مواصلة جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا كما ناقش الجهود الجارية لحل حالة الأزمة السودانية والمساعي الحثيثة لوقف الصراع الدائر كما تطرق الوزيران إلى الوضع في منطقة القرن الإفريقي وتطورات على الساحة اليمنية وأمن البحر الأحمر في الأثناء أجرى وزير والخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تناول الاتصال متابعة مصار التعاون في مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز الاستثمارات السعودية في مصر في مجال الطاقة تحتفل مصر والعالم في 19 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني وأكدت مصر بهذه المناسبة إيمانها الراسخ بالإنسانية والحيادية وعدم الحياز والنزاهة والاستقلالية وعدم التسييس كمبادئ أساسية عامة للعمل الإنساني هذا ويتزمن اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة حرصت مصر منذ بداية الحرب على غزة على تقديم يد العون للأشقاء في فلسطين لتخفيف معاناتهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهم كما استقبلت ما يزيد عن خمسمائة ألف سوداني منذ نشوب الأزمة السودانية في إبريل من عام 2023 ووفرت لهم كافة سبل الدعم والرعاية وذلك بالإضافة إلى خمسة ملايين سوداني آخرين يقيمون بالفعل في مصر بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني نظم الهلال الأحمر المصري احتفالية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لتنصيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوتشا هذا ويمثل اليوم العالمي للعمل الإنساني أهمية كبرى هذا العام في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة حيث يأتي تذكيرا بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني بما يسهم في تعزيز التعاون والشراكة ما بين جميع الأطراف الفاعلة في هذا المجال كل الأحداث التي مبرت بها الهلال ومساند ودعم للدولة كان بسبب الشباب حاليا القائمين على الدعم والمساعدة وتقديم كل شيء في غزة هما شباب الهلال الأحمر المصري نحن النهاردة جايين نحتفي ونشكر العاملين في مجال المساعدات الإنسانية لأنهم بيقدموا حياتهم على خطوط نقدر نقول خطوط العمل الخطر بيقدموا حياتهم بدون تفكير عشان يساعدوا الفئات الأكثر حاجة لكل الخدمات اللي بتنقص حياتهم سواء من خدمات صحية طبعا الفتيات والسيدات بيبقوا أكثر الفئات اللي بتتأثر بحالات الحرب نأكد على تقدرنا لجهود المجتمع المدني المصري مؤسسة بالأحمر المصري ممثل في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الجهود الأنبياء على مدار العام الماضي ولسه مستمر الجهود فيما يخص التدخلات الخاصة بأهالينا في غزة في السودان في مختلف الأزمات الإنسانية بتتعرض لها حتى على مستوى المحلي يعني في تدخلات بتقوم بها مؤسسة المجتمع المدينة والتواعينة في الغزة المختلفة اللي بتحدث سواء داخل مصر أو خارج جمهورية مصر العربية إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكية أنتون بلينكين استمر لثلاث ساعات وصف مكتب نتنياهو اللقاء بأنه كان إيجابيا مشيرا إلى أن نتنياهو كتلتزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الأحدث بإشان إطلاق صراح المحتجزين وأوضحت مصادر صحفية أمريكية أن نتنياهو أبلغ بلينكين أنه سيرسل وفد التفاوض إلى القاهرة في وقت ضحق هذا الأسبوع لاستكمال مفاوضات الهدنة كما التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الرئيس الإسرائيلي إسحاقة هيرس توج في تل أبيب حذر بلينكين من أن المفاوضات الجارية بشأن هدنة إنسانية في قطع غزة هي ربما آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب الإسرائيلي المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر وأكد بلينكين خلال اللقاء على أن واشنطن تعمل أيضا على ضمان عدم حدوث تصعيد في المنطقة وسط مخاوف من هجوم إيراني وشيك على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رحبت تهران بالجهود المفذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوضح توزارة الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية تملك القوة اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن مشيرة إلى أن الأمر بات في يد واشنطن لتثبت أنها جادة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بغزة كما لفت إلى أن تهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتدعم جهود وقف إطلاق النار بغزة أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات أربعين شهيدا ومائة وأربع وثلاثين إصابة خلال أربع وعشرين ساعة الماضية بهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أربعين ألف شهيد ومائة وتسعة وثلاثين شهيد واثنين وتسعين ألف وسبعمائة وثلاثة وأربعين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأنروا ارتفاع حصيلة الضحايا للعاملين في الوكالة بقطاع غزة إلى مائتين وسبعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأوضحت الأنروا أن الضحايا كانوا من مختلف التخصصات بما في ذلك الأطباء والمهندسين والمعلمون في الأثناء دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إلى تدخل دولي عاجل لوقف الإمعان الإسرائيلي في استهداف الصحفيين في قطاع غزة ونع المركز الصحفي إبراهيم مروانا الذي عثر على جثمانه اليوم بعد إصابته برساس جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أثناء تغطيته الصحفية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع وذلك إثر استهداف الاحتلال لمجموعة من الصحفيين أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أهمية مضاعفة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية عبر الممر الأردني أو من خلال الضفة الغربية نحو قطاع غزة وضمان إيصالها إلى مناطق القطاع كافة جاء ذلك خلال اللقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع المبعوثة الهولندية للشؤون الإنسانية في غزة لبحث الجهود والتنصيق من أجل زيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع والضغط كذلك نحو فتح المزيد من المعابر وأطلع مصطفى المبعوثة الهولندية على جهود الحكومة والخطط التي تعدها من أجل الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة وإعادة دمج المؤسسات وتوحيدها واستعادة الخدمات الأساسية من خلال التنصيق المشترك مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمانحين قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري باتجاه منفذ كرم أبو سالم حيث بلغ عدد الشاحنات اليوم أربع شاحنات تحمل مشتقات فترولية وتحديدا من مواد الغاز والمزيد يطلعن عليه الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري في هذه المتابعة الجديدة لتدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري نرصد ونتحدث حول استقبال المعبر على مدار اليوم لأربع شاحنات محملة بمشتقات بترولية وتحديدا من مواد الغاز هذه الشاحنات القليلة على مدار اليوم اندلت تدل على استمرار السياسة العصفية والتعنت الإسرائيلي سواء في الإجراءات من طباط ورفض وإغلاق في أحيان كثيرة أمام الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية وأيضا المواد والأدوات الطبية للعلاج إلى المدنيين في قطاع غزة هذه الحالة من التعنت يمكن تحدث عنها العديد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية وتحديدا مكاتب الأمم المتحدة المخصصة لشؤون تنصيق المساعدات الإنسانية حول أنها انخفضت بالنسبة تجوزت الثمانين بالمئة عن مايو الماضي وذلك متجسد خلال الأيام السابقة في أيام إغلاق ويام طباط ويام قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة وتحديدا من المواد الإغاثية والغذائية هذا المشهد يتزامن مع استمرار سماع على مدار اليوم دو انفجارات متعددة في أماكن متفرقة داخل القطاع وهناك عدد من الأدخنة وأيضا سقوط المزيد من الشهداء نتحدث عن قصف كثيف وأيضا كبير إلى عدد من الأماكن المتفرقة داخل قطاع غزة سواء في الوسط جنوب النصيرات أو أيضا بعض الأحياء منها الزيتون وأيضا الحياء المتعددة في جنوب القطاع وذلك أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والغرحة والذين يقدر عددهم بأكثر من أربعين ألف شهيد منذ اندلاع هذه الحرب وأيضا أكثر من تسعين ألف مصاب منذ اندلاع الأيام السابقة خلال هذه الحرب ونحن الآن نتحدث هناك سماع لدو انفجارات عديدة في أماكن متفرقة من الجنوب وقريبة من موقع هذا هذه الأصوات على مدار اليوم لم تنقطع سواء من القصف والغارات الإسرائيلية المستمرة على جنوب قطاع غزة هذه الصورة بشكل كبير وإليكم الكلمة أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأوضح حزب الله أنه حقق إصابة مباشرة في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك أدرارا في عدد من المنازل والسيارات إثر سقوط صاروخين على مستوطنة مارغيليوث شمالي إسرائيل في الأثناء أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في شمال إسرائيل إثر هجمات حزب الله على المنطقة مشيرا إلى أنه اعترض عدة هجمات بطائرات مسيرة على شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت مجددا في الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدة وبيروت ومناطق في جبل لبنان من جهتي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نوهاجم مباني عسكرية لحزب الله في منطقة طيعية الشعب وحنين بالجنوب اللبناني حالة من القلق المتزايد تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية في ظل استعدادات تل أبيب لردود فعل محتملة من إيران وحزب الله بعد سلسلة الاغتيالات الأخيرة ووسط مخاوف إقليمية ودولية من اتساع رقعة الصراع وأجر المنطقة إلى حرب شاملة الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات ليلية على عدد من المناطق بالجنوب اللبنانية استهدفت بلدة حوله في قضاء مرجعيون بالنبطية وأطراف بلدة عيت الشعب وبلدة بيتليف أسفرت عن سقوط عدة أشخاص وعلى الجانب الآخر لا يتوقف دوي صافرات الإنذار للتحذير من سقوط صواريخ حزب الله التي تستهدف مستوطنات الشمال مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في البنية التحتية لتلك المستوطنات ويأتي هذا بعد أن أطلق حزب الله أكثر من أربعين صاروخا نحو شمال إسرائيل حيث أكد الحزب استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة بما في ذلك جبل الدير وقاعدة جبل نيريا بصواريخ كاتيوشا من جهته قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين للقوة أصيبوا بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم في محيط يارين بجنوب لبنان في غضون ذلك أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه العميق إزاء ارتفاع عدد القتل المدنيين والنزوح المتزايد نتيجة تصاعد الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل على المكتب دعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن بعثتها في الأمم المتحدة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن خرق الطيران الحربية الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية وتضمنت الشكوى اللبنانية إدانة لخرق الإسرائيلية المتكرر للأجواء اللبنانية مشددة على أنها تعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوية ولقرار مجلس الأمن بالإضافة إلى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحذر كافة أصليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الظعر بينهم أعلنت لوفت هنزا كبرى شركات الطيران الأوروبية أنها ستمدد قرار تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط حتى السادس والعشرين من أغسطس بسبب تزايد مخاطر تفاقم النزاع في المنطقة وفي بيان مشترك للشركة قالت لوفت هنزا إن الإجراء يتعلق بالرحلات إلى مطارات تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل وكذلك المجال الجوي في كل من إيران والعراق مزالت مشاهدين الكرام مخبار نشرة السادسة تتواصل مع حضرتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيه القوات الأوكرانية تصد هجوما روسيا على العاصمة كييف وروسيا تعلن استعادة السيطرة على بلدا في دونياتسكا في شرق أوكرانيا أعلنت القوات الجوية الأوكرانية صد هجوم روسية على العاصمة كييف أوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت إحدى عشرة طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية في مناطق عدة من أبرزا دي المناطة ميقاليف وخاركيف ودونياتسك أعلن الجيش الروسي سيطرة على بلدة زاليازني القريبة من تارسك في منطقة دونياتسك بشرق أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية استعادت محطة السكة الحديدية فامكا في دونياتسك وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها القوات الروسية على المنطقة أعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة لشبكة الكهرباء ووزارة الطاقة أنها ستعود لقطع طيار الكهربائي مجددا عن بعض العملاء بسبب نقص توليد جراء الهجمات الروسية على الشبكة فضلا عن تزايد الاستهلاك بسبب التقص الحار كانت السلطات الأوكرانية قد وضعت قيودا واسعة نطاق على إمدادات الطاقة في يوليو الماضي بسبب إصلاحات في العديد من وحدات الطاقة النووية الرئيسية بتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة كما كثفت روسيا من هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ما تسبب في انقطاع الطيار الكهربائي عن العديد من المناطق وأكبر كييف على بدء استيراد الكهرباء على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي رفعت روسيا شكوى لألمانيا بشأن التحقيق الذي تجريه في تفجيرات وقعت في عام 2022 واستهدفت خطوط أنابيب نوردسترين وأفادت وكالة الإعلام الروسية أن رئيس الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية صراحة بأن موسكو تعتقد أن التحقيق الألماني سيغلق دون إعلان المسؤولين عن التفجيرات كانت وسائل إعلام ألمانية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن ممثل الإدعاء الألمان خالصوا إلى أن مدرب غوص أوكراني هو مشتبه به رئيسي في التفجيرات وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه في بولندا من جانبهم قال ممثل الإدعاء في بولندا أن المشتبه به تمكن من مغادرة البلاد نظرا لعدم إدراج ألمانيا اسمه في قاعدة بيانات المطلوبين يعقد الحزب الديمقراطي الأمريكي مؤتمر الحزب الهادف لدعم مرشحة الرئاسة كاميلا هارس يأتي ذلك في أول مؤتمر انتخابي للحزب بعد إعلان رئيس الأمريكي جرو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي من شيكاغ تحاول مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية كاميلا هارس يغط الأجندة الانتخابية للحزب حيث تتوجه أنظار ألاف الديمقراطيين إلى المؤتمر الوطني للحزب الذي يستمر حتى الخميس المقبل من المتوقع أن يقدم الحزب برنامجا سياسيا أكثر وضوحا في إطار عرض إيجابية يؤكد على الوحدة والانسجام داخل الحزب ويضمن كافة السبل المقترحة لدعم المرشحة لمنصب الرئاسة كاميلا هارس والنائب المحتمل طايم وولز في الإطار الذاتي يستعد الرئيس الأمريكي جرو بايدن لإعداد خطابه المزمع إلقائه في ليلة افتتاح المؤتمر ليكون داعما لهارس ومن المتوقع أن تكون مرشحة الحزب للرئاسة كاميلا هارس والمرشح لمنصب نائب الرئيس حاكم ولاية مينيسوتا طايم وولز المتحدثين الرئيسيين في الليلتين الأخيرتين من المؤتمر حسب التقاليد وستقبل هارس ترشيح الحزب الديمقراطي في احتفال رسمي في اليوم الختامي للمؤتمر وتتحدث عن رؤيتها والقضايا الرئيسية الخاصة بحملتها وعن اختيارها لنائبها ووقع اختيار الديمقراطيين على شيكاغو التي تمتلك تاريخا طويلا مع مؤتمرات ترشيح الحزبين الرئيسيين للرئاسة بالسبب موقعها في الغرب الأوسط القريب من ولايتي الجدار الأزرق ويسكونسين ومينشيغن كانت شيكاغو قد استضافت 14 مؤتمرا جمهوريا وأحد عشر مؤتمرا ديمقراطيا على مر العقود وشهد عام 1968 أسوأ مؤتمر للديمقراطيين في مدينة شيكاغو حيث اندلعت تظاهرات منددة بحرب فيتنام واستخدمت الشرطة القوة المفرطة في التعامل معهم وفي ظل تعهد بعض المجموعات بتنظيم تظاهرات خلال المؤتمر لا سيما المؤيدة للقاضية الفلسطينية والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة والدعم الأمريكي لها يضاف بعدا جديدا للمؤتمر ويعيد للأذهان أحداث شيكاغو عام 1968 قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تعمل على تسهيل توقيع اتفاق سلام بين باكو ويريفان من شأنه المساهمة في ترسيم الحدود ما بين أرمينيا وأذربيجان أكد بوتين خلال محادثاته مع نظير الأذربيجاني إلها ماليف أنه يدرك عزم باكو على التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الأرميني مؤكدا على أن روسيا تولي أهمية كبرى لتطوير العلاقات الودية متعددة الأوجه مع أذربيجان قرر الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان إجراء انتخابات رئاسية للحزب في 27 سبتمبر المقبل ومن المرجح أن يصبح الزعيم القادم للحزب رئيسا للحكومة اليابانية نظرا لما يتمتع به الحزب من أغلبية في مجلس أنهوامب يأتي ذلك بعد قرار رئيس الوزراء الحالي رئيس الحزب الحاكم فاميو كيشيدا أتنحي عن منصبه منهيا فترة ولايته التي استمرت ثلاثة أعوام أكد خفر السواحل الصيني أن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراته المتكررة واصطدمت عمدا بسفينة صينية بطريقة غير مهنية وخطيرة أوضح المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جان يو أن نفس السفينة الفلبينية دخلت للمياه القريبة من جزر ساكند توماس شول بعد منعها من دخول مياه جزر سابينا هذا وأشار المتحدث أيضا إلى أن سفينتين تابعتين لخفر السواحل الفلبيني دخلتها بشكل غير قانوني إلى المياه المجاورة لتلك الجزر دون إذن مسبق أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنها رسدت إصابة جديدة بمرض جدري القردة هي الأولى منذ ديسمبر من عام 2023 كما أعلنت وزارة الصحة الباكستانية رسد حالة إصابة بالسلالة الثانية من فيروس جدري القردة في البلاد مضيفة أنه لم يتم تشخيص حالات إصابة بالسلالة الأولى من المرض وتتسبب السلالة الثانية وهي متحور جديد من الفيروس في مخاوف عالمية لأنها تنتشر بسهولة فيما يبدو من خلال المخالطة الروتينية هذا وتأكد وجود حالة أو تأكد وجود حالة إصابة بالمتحور الجديد الأسبوع الماضي في السويد وجرى ربطها بتزايد الانتشار في أفريقيا في أول علامة على تفشي المرض خارج أوروبا كانت وكالة الصحة التابعة للإتحاد الإفريقي قد أعلنت أنه تم تسجيل إجمالي 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في إفريقيا بينها 1200 حالة في أسبوع واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحيط الفرقة المصرية للموسيقى والغناء ضمن فعاليات وزارة الثقافة في مهرجان العالمين الجديدة أحيط حفلة ليلة الأبطال وذلك في إطار احتفاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأبطال الأولمبياد المصريين في أولمبياد باريس على المصرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة قدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء عددا من الأغنيات الوطنية في حضور أبطال الأولمبياد أحمد الجندي وصارة سمير ومحمد جبر وعبداللطيف منيع وكريم أبو كحلى ومحمد السيد وحرست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة عمر الفقي رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لرياضة على التقاط صور تذكارية مع الأبطال على المصرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة للمزيد من المتابعة عن فعليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود بعد التحية لك الأجواء لديك يعني تخطف الأنظار مباشرة بهذا الجو الساحر في مدينة العالمين الجديدة بما تحتويه من أنشطة وفعليات جذبت العديد من أنظار العالم وأيضا من المواطن المصري كل التحية لك مصطفى وأيضا تحية لسارة ولكل سادة المشاهدين أجواء ساحرة وفعليات متنوعة وهذه الأجواء ساعدت على مدى الإقبال الشديد من الزائرين ورواد مهرجان العالمين الجديدة على كل الفعاليات المختلفة والمتنوعة في مدينة العالمين الجديدة لكن دعني أحدثك عن الليلة الماضية التي كانت ليلة رياضية فنية وتكريم للأبطال الأولمبيين الذين تواجدوا على أرض مدينة العالمين الجديدة وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاحتفاء والاحتفال بهم بالأمس من خلال وجودهم وأيضا قامت الحفلة الذي أقامته الفرقة المصرية للموسيقى والغناء على المصرح الروماني بالمدينة التراثية تعبيرا عن مدى التقدير والتكريم لهؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر في الأولمبياد في باريس الأبطال بالأمس عبروا عن مدى سعادتهم بتوجدهم في مدينة العالمين وفي مهرجان العالمين الجديدة ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالرياضة وبالرياضيين خاصة الأولمبيين فكانت ليلة رياضية فنية الجميع استمتع بلقاء الأبطال وأيضا الفقرات الفنية المختلفة التي كانت موجودة بالأمس هذه الفعاليات مستمرة معنا اليوم خاصة في المنطقة الترفيهية التي نتواجد بها حاليا نتابع وجود عدد من طلاب الجامعات من الوافدين تعلمون أن الشركة المتحدة تحرص دائما على التعاون بين المؤسسات المختلفة لحضور كل الفئات لمهرجان العالمين الجديدة ولكن هذه المرة نتابع حضور عدد من طلاب الوافدين من فلسطين ومن سوريا ومن السودان ومن السعودية يشاركون في الفعاليات المختلفة يعني من خلفي يشاركون في الفنون التشكيلية وتكسيد مدى الجمال الموجود في مدينة العالمين الجديدة من الأبراج وأيضا من البحر يجسدونه بأقلامهم من خلال الرسومات والفنون التشكيلية المختلفة بالإضافة إلى ملعب كرة القدم الخماسي الذي يصطدف عدد من طلاب هذه الجامعات من الوافدين بالإضافة أيضا إلى كرة الطائرة الشاطئية فنتحدث عن فعاليات مختلفة تتم في هذه اللحظة التي أحدثكم فيها بالإضافة إلى أنه في مساء هذا اليوم سيكون هناك فرق تابعة لوزارة الثقافة وتحديدا فرقة العريش للفنون الشعبية سيقدمون عدد من التراث السيناوي وعدد من الفنون الشعبية المختلفة خاصة أن هذه الفرق أو هذه الفقرات الفنية يعني يكون بها عدد كبير من الحضور الجماهيري خاصة من الأسر والعائلات بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية ليلا من العجل وغيره وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات المتواجدة على أرض مدى السحر والجمال في مدينة العالمين الجديدة في عجالة سريعة محمود ما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في هذا المهرجان والذي أصبح علامة مضيئة في نسختي الثانية أو لسنة الثانية على التوالي أصبح مهرجان العالمين يمثل إضافة كبيرة وقيمة مضافة للخريطة السياحية في مصر كيف ترى هذه الصورة في عجالة سريعة محمود هذه الصورة مصطفى نراها من عدد السائحين والأجانب الذين يتواجدون على أرض مدينة العالمين الجديدة يعني منذ أسبوع تقريبا أو أكثر عندما تواجد وزير السياحة والأثار هنا تحدث عن أنه يوجد في مدينة العالمين الجديدة 104 من الجنسيات المختلفة في مدينة العالمين وأنا أحدثك عندما كنت في أحد الشواطئ يعني نقوم بتصوير هذه الشواطئ لحظنا عدد كبير من السياح الموجودين من مختلف دول العالم الجميع يعبر عن مدى الانبهار الموجود في مدينة العالمين الجديدة وأنها بالفعل أصبحت وجهة سياحية كبيرة تستقطب عدد كبير من الجنسيات وعدد كبير أيضا من المستثمرين حتى الأجانب فأثناء زيارة وزير الاستثمار كان هناك أحد المستثمرين من المملكة المغربية وتحدث عن أهمية مدينة العالمين كوجهة سياحية في الاستثمار وعملية وجود استثمارات سياحية قادمة في مدينة العالمين الجديدة وعندما نتحدث مع المواطنين والزائرين سواء على الممشى السياحي أو في المنطقة الترفهية ونلاحظ عدد من الجنسيات المختلفة فنحن نلاحظ وجود عدد كبير من الجنسيات خاصة في الحفلات الفنية التي تقام في اليو أرينا عدد كبير من الجنسيات الذين يأتون خصيصا لحضور هذه الحفلات في مدينة العالمين الجديدة ويعبرون عن مدى جودة وروعة التنظيم في هذه الحفلات وأيضا الأجواء السحرة في المدينة خاصة أيضا التنوع في الفعاليات ووجود المصرحيات المختلفة فبالتالي وجهة سياحية تستقطب العديد من الجنسيات المختلفة حول العالم كل الشكر وتقدير زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة شكرا جزيلا لك محمود أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تعيين حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي لمدة عام كان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظة البنك المركزي لمدة عام في أغسطس من عام 2022 ثم تم التجديد له لعام آخر في 17 أغسطس من عام 2023 ونجح حسن عبدالله خلال قيادته للمنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة كما نجحت سياسته في كبح جماح التضخم والهبوط به من مستويات فوق 40% إلى 25% توصلت الدراسات والأبحاث الميدانية إلى أن الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت ورغم أن تواجد وتصفح عبر الإنترنت يساعد الأطفال على التعلم والتخيل لكن هذه الفرص تأتي أيضا مع مخاطر جسيمة بالرغم من كل فوائد الإنترنت لكنه مصحوبا بمخاطر جسيمة على الأطفال مثل تنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية والمحتوى العنيف إلى جانب الرسائل التي تحرض على إيذاء النفس وتصل إلى الانتحار فضلا عن خطر الانضمام إلى التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية منظمة اليونيسيف أكدت أن أكثر من ثلثي شباب عبر ثلاثين دولة أعلنوا تعرضهم للتنمر عبر الإنترنت إذ يتخلى شاب من بين كل خمسة شباب عن المدرسة بسبب وقوعه ضحية لذلك وفقا لليونيسيف فإن عام 2023 شهد استخدام 79% ممن أعمارهم ما بين 15 و24 عام لمنصات التواصل عبر الإنترنت مقارنة بنسبة 65% من بقية سكان العالم تشير البيانات كذلك إلى أن الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى وبنسبة متزايدة إذ يستخدم أكثر من 175 ألف طفل شبكة الإنترنت للمرة الأولى في كل يوم بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية مؤخرا بدأت شركات التكنولوجيا انتهاك خصوصية الأطفال بهدف جمع البيانات لأغراض التسويق مما يجعل هذه الفئة من المستخدمين عرضة للخطر فالتسويق الذي يستهدف الأطفال من خلال التطبيقات والوقت الطويل الذي ينضونه أمام الشاشة يضر بالنمو الصحي للطفل في السنوات الماضية بدأت ظاهرة الألعاب المميتة أو كما تعرف بألعاب الموت في الانتشار على الساحة العالمية وذلك يعود إلى كيفية تصميمها لجذب أكبر عدد ممكن من الشباب والأطفال لما تقدمه هذه الألعاب من متعة وقدرة على إدخالهم في حالة من الغمود والإثارة أثناء استخدامها فضلا عن وجود بعض التطبيقات التي قادت العديد من الفتيات المراهقات والأطفال للوقوع كضحايا لعمليات الاغتصاب والابتزاز والتعذيب النفسي والبدني بل تعدى الأمر ليصبح مهددا مباشرا لحياة مستخدمي الأمر الذي يستوجب الالتفات له والتعامل معه بجدية من قبل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي تكون مرتبطة بتكلفة تقديرية وبجدول زمني محدد وخلال ترأس الاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمناقشة خطة تطوير العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفع منظومة التأمين الصحي شدد وزير الصحة على أهمية الانتهاء من كافة إجراءات ميكانة وحوكمة العمل في منظومة التأمين الصحي لمنع الهدر في الموارد المادية واستعرض الاجتماع مقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العمل وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية سواء عيادات أو مستشفيات ولجان طبية وتشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية اللازمة أعلنت الهيئة العامة لرعاية صحية عن محاور التحول الرقمي والطب الاتصالي بالهيئة ذلك ارتكازا على تبني الهيئة لرؤية التحول الرقمي واستخنام تكنولوجيا المعلومات لدعم واتخاذ القرار كجزء من رؤية مصر 2030 وأوضح بيان الهيئة أنه تم إصدار 42 مليون وصفة طبية إلكترونية بما يؤكد أن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمبتكرة أسهمت في إتاحة التكامل في دائرة الرعاية الصحية للمتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف اجتماعا مع أعضاء وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية لمنقشة عدد من المحاور المتعلقة بسبل تطوير آليات العمل بها أكد عبداللطيف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في المدارس المصرية اليابانية وفقا للنظام الياباني المطبق بها مشيدا بتجربة الياباني الناجحة في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصري وبناء شخصيتي وخلق بيئة تعليمية متميزة داخل هذه المدارس شهد الاجتماع استعراضا لنظام التعليم بداخل المدارس المصرية اليابانية ومدى تطبيق فلسفة التوكاتسو ومقترحات وأراء أعضاء الوحدة حول أهم القضايا المتعلقة بتطوير العملية التعليمية بتلك المدارس في مختلف المحافظات وسبل تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه المدارس المصرية اليابانية تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحوري منخفض ومتوسط الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة وأوضح الشربيني أن مدينة أكتوبر الجديدة تحتوي على أكبر عدد من وحدات المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية بإجمالية 154 ألف وحدة مسلمة وفي مراحل التنفيذ والطرح وأشار إلى أنه تم وجاري تنفيذ 86 مشروعا خدميا بالمدينة لتقديم مختلف الخدمات لسكان وحدات المبادرة الرئاسية بحث وزير الموارد المائية والري هانسويلا مع سفير أستراليا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين مصر وأستراليا في مجال الموارد المائية والري وتم خلال اللقاء منقشة التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وأستراليا في مجالات الإدارة المستدامة للمياه والتدريب وبناء القدرات وأعرب وزير الرئي عن تطلعه لقيام الجانب الاسترالي بتوفير فرص تدريب لمهندس الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الاسترالية في التعامل مع ندرة المياه واستخدام الطاقة المتجددة في مجالة المياه المتعددة كما تم التباحث حول قضايا التغير المناخي وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم أكد وزير الموارد المائية والريه هاني سويلم أن مشروع مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتين الساحل الشمالي ودلتنيل يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ باعتباره نموذجا رائدا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ وخلال أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة حيث أكد وزير الرئي أن الوزارة تقوم بدراسة التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة حيث يتم دراسة إطلاق مرحلة ثانية من مشروع تعزيز التكيف ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع ترأست وزيرة البيئة ياسمين فؤاد المائدة المستديرة الأولى بعنوان الظروف السياسية والسياق الاستراتيجي والعالمي في إطار مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي قوب ستة عشر في مونتريال في كندا أكدت وزيرة البيئة على دعمها للسلام من أجل الطبيعة وتطلعها للخروج بمبادرة للسلام من مؤتمر التنوع البيولوجي القادم ترتكز هذه المبادرة على العلم والحقائق التي توضح حجم التدهور في الموارد البيئية والطبيعية كنتيجة للصراعات أسوة بالمبادرة العالمية للمناخ واستدامة السلام التي خرجت من أجندة العمل المناخي في مؤتمر المناخ كوب 27 مشددة على أهمية هذه المبادرة للدول النامية وكذلك أهمية الإعلان الخاص بالسلام والحفاظ على الموارد الطبيعية والآن موعدنا مع الوقف الاقتصادي لنشرة السادسة أخبار المال والأعمال في نشرتنا مشاهدين الكرام يستعرضها لنا رجائي رمز شكراً جزيلاً مصطفى شكراً جزيلاً سورة مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابع هواياكم في هذه النافذة الاقتصادية استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط السفير السعودي لدى مصر صالح بن عيد الحصيني ذلك البحث سبولي تدعي من علاقات الاقتصادية ما بين البلدين وأكدت المشاط تطلع مصر لتطوير أطر التعاون ما بين بلدين الشقيقين في مختلف المجالات مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات كما أنه يعزز خلق فرص العمل أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا مساس بالسكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية في بيان لها أوضحت الوزارة أن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ التي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعية وبقالات التموين وهو ما يقرب من أربعين ألف منفذ على مستوى الجمهورية هذا وأشرت الوزارة إلى استمرار ترحي كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين البالغي عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 ألف طن شهريا تشمل السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية أعلنت وزارة والعمل أن أجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه في العام 2003 وحتى يونيو 2024 بلغ 236 مليون جنيه على منظومة التدريب والتأهيل جاء ذلك يخلل اجتمع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة بعض الملفات التي تخص صندوق ونشاطه وأكد جبران أهمية قيام الصندوق باستكمال عملية تطوير مراكز التدريب وأوضح أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة عقد وزير القطاع الأعمال العام محمد شيمي اجتماعاً مع ممثل شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية يأتي لقاء في إطار توجه الدولة لدعم وتعميق الصناعة الوطنية منها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أليات وفرص التعاون الممكنة في مجال صناعة السيارات وأيضاً بحث كيفية تعزيز العمل المشترك أشهد وزير الزراعة على فاروق بالجود التي يبذلها علماء مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء التي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجيتها وأشار وزير الزراعة خلال كلمته في المنتدى الثقافي العلمي الأول لمركز البحوث الزراعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتكيف مع التغيرات المناخية وأيضاً الحد من آثارها السلبية على الإنتاج الزراعي وأضف أن الوزارة وضعت في صلب أولوياتها العمل على مواجهة هذه التحديات واتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية بحث وزير البترول وثروة المعدنية كريم بدوي مع وفد شركة شفرون العالمية خطوط عمل الشركة في مصر نقش اللقاء سبل الإسراع بالإنشاء والأنشطة وبرامج الحفر في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط في مقدمتها منطقة ناركس بالتعاون مع شركة إينيا الإيطالية الشريك مع شفرون المشغل الرئيسي للمنطقة كمالتقى بدوي مع جريغ مكدنيال رئيس شركة باتشي في مصر أكد أن أولويات الحكومة في زيادة الإنتاج من الثروة البترولية يوكبها العمل على زيادة الثقة في المناخ الاستثماري في مصر وقذب استثمارات جديدة شديد نهاية هذه النفذة الاقتصادية عودة مجدداً لسارة ومصطفى فإليكما شكراً لك رجاء رمز بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية أخبار سادسة من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز وأهم العنوة الرئيس السيسي يتابع خطة عمل وزارة الأوقاف في المرحلة المقبلة ويوجه بالعناية بالآئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيلهم وتدريبهم خلال جولتي الحالية في المنطقة بلينكين يعقد مباحثات مع انتنياهو لبحث اتفاق الهدنة في غزة وطهران تحمل واشنطن مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف عبر الحدود ولبنان تتقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن خرق طيران الإسرائيلي مجالها الجوي نهاية نشرة السادسة قدمناها لكم من التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة مشاهدين الكرام ودمتم في أمان الله إلى اللقاء